نرحب حضراتكم معنا مرة تانية بالتأكيد ما فيش سيرة وما فيش كلام خلال اليومين اللي فاتوا غير تعليقا على الثورة اللي موجودة فقط في أزهان جماعة الإرهابية وفعال قنواتهم من خلال منابرهم وطبعا أبطالهم الوهميين والمزعومين الدعوات المستمرة من قبل هذه الجماعات للتظاهر والفوضى في مصر واللي بتتكرر يعني سنويا وفي السنة أكتر من مرة وعلى رغم من الإفلاس وإنه ملهمش أرضية في الشارع وكنا بقول لحضراتكم أن هم فاهمين وعارفين كويس قوي أن ما فيش حد هيلبي دعوتهم اللهم إلا طبعا بعض المشاهد وبعض الفيديوهات اللي لازم برضو نقف قدامها وندرب يعني نقوس الخطر قصة استغلال الأطفال في المزاهرات ويمكن شفنا الفيديوهات اللي بتسمع فيها الشخص اللي هو ماسك وبيصور واللي وراء ولاد صغيرين هم اللي بيهتفوا بيهتفوا واستغلالهم بهذا الشكل المشين الحقيقة يعني علامة استفهام كبيرة إزاي يتم استغلالهم بهذا الشكل إزاي يتكلموا ويهتفوا هم مش فاهمين ولا عارفين الحقيقة في منظمات حقوقية على مستوى الدولي بقت بتتعامل مع هذا الملف ويمكن من بينهم اليونساف اللي يتكلم على استغلال الأطفال في مزاهرات جامعة الإخوة لكن نفس النهج طبعا الفيديوهات المفبركة والفيديوهات اللي بتلاقي من محافظة للتانية هي نفس هو نفس الفيديو أو نفس المزاهرة اللي بتكلموا عليها حتى الإفلاس والغضب كان واضح بشكل كبير من قبل سواء اللي دعا للمزاهرة اللي هو محمد علي أو اللي معاه وطبعا الشخصيات المعروفة من جماعة الإخوان وهم شعرين بالغضب الشديد نتيجة لجمعة الغضب اللي كانوا عايزينها لكن كان الغضب من نصبهم وغضب ايه كمان بقى يعني للأسف الشديد أو مش للأسف خلاص احنا عارفين نهجوهم ان الشعب المصري بقى هو العدو لهم فكون ان الشعب المصري ما استجبش فبدأوا ان هما يكيلوا لي الاتهامات والشتائم والتجريح الحقيقة لكن المصريين ردوا بقوة على هذه الدعوات وعلى هذه الافتراءات والشتائم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاج بهاشتاج لهاشتاج المزعون بتاحهم في مقابل هاشتاجات حقيقة من المصريين ومن العرب كمان اللي شعرين بتطور وتقدم اللي حصل في الدولة المصرية وانه مصلحة للجميع ان البلد تبقى وقفة على رجليها انه في المنطقة العربية كلها تكون مصر دولة قوية لكن في المقابل الافلاس مازال مستمر التشويه مازال مستمر التمويل كمان ويمكن دي كلمة السر وهنتعامل مع الموضوع ده عشان نفهم ليه الاسرار على هذه الدعوات على الرغم من عدم الاستجابة القصة قصة التمويلات اجنحة بتتصارع مع بعض موضوع قطر موضوع تركية اجهزة المخابرات كل الكلام ده يمكن بالتأكيد هيكون حاضر فيه ازهاننا وفي ازهان المصريين جميعا اللي بدأوا يعني يفكروا هذه الجماعات وبنفكر بعض كمان احنا كنا فين وبقينا فين الهاشتاج مش مجرد كلام مرسل زي ما هم بيتكلموا او زي ما هم بيقولوا لا احنا الهاشتاج بتاعنا بيكون مدعوم بلقطات من التاريخ من الماضي ماضيكم معانا كان اخباره عامل ازاي ازاي الفترة اللي عشتوها وكنتوا مسكين فيها البلد ازاي الكره كان هو العنوان الافلاس هو العنوان العنف التخريب انه لما مشروحهم ملقاش استجابة من قبل المواطن المصري اصبحت الدولة المصرية والشعب المصري هو العدو لهم فالهاشتاجات والصور والفيديوهات هي تسكرة لينا جميعا وليهم قبل مننا ان احنا منسناش ان احنا فاكرين كويس قوي ازاي تعملتم معانا ازاي قللتم من الشعب المصري ازاي استحوزتم على كل حاجة ازاي فشلتم في كل الملفات في مقابل فيديوهات تانية وبيانات وإحصاءات وبالارقام يعني الانجازات اللي اتحققت خلال الفترة اللي فاتت وان شاء الله نستكملها بإذن الله تعالى في كل ملف بقى الشعب المصري بقى بيحط على مواقع التواصل الاجتماعي وشاعر طبعا بالفخر وان احنا تحملنا عشان نوصل لده فمن حقنا ان احنا نفخر بده ونكدهم بيه كمان الانجازات اللي تمت في كتير من الملفات كانت برضو عنوان الرد المصري على هذه الكامعات